التعايش وقبول الآخر من أبرز أهداف الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي سيأخذ الانتخابات العراقية المحلية في محافظة كاركوك ونينوى وديالا بالقائمة رقم 197 وإيمانا بالتاريخ النظالي للحزب دعت بعض الجهات السياسية جماهيرها للتصويت لقائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني نحن في حزب الشعب التركماني اتحالفنا مع حزب الديمقراطي الكردستاني مع ما جعلنا لحزاب الكردستانية شاركنا بهذه القائمة بصراحة قائمة متميزة تمثل واقع مدينة كاركوك وتمثل جميع مكونات وخصوصا نحن نشكر فخامة الرئيس مسعود بلزاني دوره المتميز في دعم قضية الشعب التركماني في جميع الميادين السياسية والثقافية والسياسية والإدارية وأيضا سندنا في سياغة الدستور العراقي وبحسب متابعين سياسيين فإن الانتخابات المحلية المقبلة ستشهد مشاركة واسعة وتوقعات بإمكانية تغيير الخارطة السياسية الحالية وتحديدا في كاركوك طبعا هذه المرة وبعد حرب أحداث أكتوبر لأول مرة حزب الديمقراطة الكردستاني يشارك في الانتخابات طبعا هذا يعتبر بهجة للسكان خصوصا في كاركوك ونينوة وسهل نينوة ونحن نتصور بأن الحزب الديمقراطة الكردستاني سيحصل على أصوات كثيرة ومن المؤمل إجراء انتخابات مجالس المحافظات في الثامن عشر من كانون الأول المقبل حيث شهد العراق منذ عام 2003 حتى يومنا هذا ثلاث تجارب انتخابية محلية آخرها كان عام 2013 من أربيل زينب علي قناة زاكروس